هنا المغرب وهذا واحد من أوجه الفعاليات الدولية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس لهؤلاء وأمثالهم أكثر من صرخة يطلقونها في أوجه أنظمة خانعة قبل أيام زار وزير الحرب الإسرائيلي بني جانت المملكة المغربية في زيارة غير مسبوقة للمنطقة وفي مخرجاتها التوقيع على اتفاقيات تعاون عسكري مع نظام المخزن في بلد عبد الكريم الخطاب كان ذلك مدعاة رفض إقليمي وفلسطيني كبير من المقاومة والسلطة على السواء لكن ماذا عن من يتحججون باستغراق إدارة محمود عباس ذاتها في التنسيق الأمني الفاضح مع الاحتلال الإسرائيلي إنه زمن الهوان وليس أدل عليه من التهافت العربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأسابيع الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دولان ترامب ففي عام واحد فقط هرولت صوب قطاره طوعا أو كرها أربع دول عربية الإمارات والبحرين ثم السودان ورابعها المغرب ليس ذلك كل شيء ففي الأعقاب وقع الأردن على ما قال إنه إعلان نوايا لمقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل برعاية إماراتية يزداد غضب الفلسطينيين مما يرون ويسمعون من بني جلدتهم العرب حتى ولو كانت الشعوب براء مما تفعل الأنظمة أما المنظمات الأممية فبالكاد أفلحت في إصدار قرار يدين الخرقات الإسرائيلية للمواثيق والقرارات الدولية في فلسطين في ظل فيتو أمريكي لم يخطئ قط طريقه بالخصوص مواقف رسمية عربية تضحرجت القضية الفلسطينية بموجبها على ما يرى مراقبون من قضية مركزية عادلة إلى مجرد قضية إنسانية تستدعي التعاطف مع الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب